هل ما يزال لدى الميليشيات الحوثية ما يقومون به أو ما يقولونه لكي يداروا عن عوراتهم وعن فسادهم هذا الواضح؟ أخي الكريم هم سيظلون يكذبون على الناس لكن للأسف الشديد اليوم الشارع محتقن تماما أخي الكريم الصراع اليوم بين المواطن وهذه الجماعة صراع وجودي حتى الصراع بين هذه الجماعة والقوى السياسية الأخرى من الشرعية والمجتمع الدولي أيضا صراع وجودي اليمين الآن يبحثون عن وجودهم هذه الجماعة جاءت قرفت الهوية قرفت كل شيء في طريقها يعني الصراع لم يعد صراع على السلطة صراع سياسي لم يعد حتى على بيانات ولا على تصريحات ولا على خطابات الناس عرفت أن هؤلاء الجماعة تكذب كما تتنفس هؤلاء الجماعة قاءوا لينهب المقدرات قاءوا لينغيروا وقه البلد وقه التعليم وقه الصحة يعني حتى المرأة ضيقوا عليها الأطفال أيضا معسكرات أطفال يعني الناس خلاص الآن أصبح الصراع صراع وجودي مع هالجماعة صراع الناس شكل عام صراع إعلاميين وسياسيين وناشطين ومواطن بسيط ومواطن عادي يعني كلهم متخوفين كلهم أدركوا أن هذه الجماعة يعني لديها مشروع مختلف تريد أن تغير ذهان الناس وأدمغة الناس بترهاد اللي مغيرت المناهج التعليم يعني حتى لديها قرآن قديد داخل صنعاء احتمالا تعين عنه في القريب العاقل إذن نحن أمام مشهد مأساوي على كل المستويات يعني لا يمكن أن نتوقف عند نقطة معينة هناك كارثة في البلد هناك احتقان في البلد هناك الصراع وهناك شغل من قبل هذه الجماعة على المستوى الثقافي والمستوى السياسي داخل البلد تريد أن تغير وكهالناس اللي يمتعطي محاضرة للضباط لوزراء لناس التي تعتقلهم إذا رفع صوته يعني تعتقله وتدخله في البدرو من أجل أن تحاضره شهر وشهرين من أجل أن يؤمن بالمسيح القرآنية نعم نحن أمام كابثة حقيقية